حقيقة كان أسبوع حلو مهما كان يمكن مرات مش كل الأمور تصير مثل ما أحنا نريد بس حلو يسوع معانا يوميا كل يوم نعطينا نسمة حياة عطيناها الامتياز الرائع نكون ضمن عائلة وحدة نحب بعضنا البعض ما في أحلى منه لهذا السبب من نجي نجي قلبنا ملئا بالفرح القوة واقع العالم يكون شيء واقعنا يكون شيء ثاني لهذا السبب حبيت أشارك اليوم معاكم قصة من سفر التكوين قلنا ساعة الامتحان يكرم المرء أو يهان وعنوان تأملاتنا في هذا اليوم امتحان في دوثان من وما سامع بدوثان يعطيني إشارة قسم كبير ما سامعين بدوثان أنا ما عامل باوربوينت بس حكيت له الأخ مهند بس رح نقرأ من تكوين سبعة وثلاثين دوثان هي منطقة حصلت فيها أحداث اليوم رح ناخذ المقطع رح نشوف أين هي دوثان وماذا حصل وكيف كان الامتحان وهل إشتازه وهو مهان أم وهو غير مهان وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان هذه مواليد يعقوب يعني هذه أولاد يعقوب يوسف إذ كان ابن سبعة عشر سنة كان يرعى مع أخوته الغنم وهو غلام راعي غنم علاقت مع غنم معز وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه وأتى يوسف بنميمته من رديئة إلى أبيه وأمر إسرائيل وأما إسرائيل عفوا فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصا ملونا فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه وأبغضوه وبأمانة ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام بعدين ننتقل إلى عدد 12 مارك ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم فقال إسرائيل ليوسف أليس إخوتك يرعون عند شكيم تعال فأرسلك إليهم فقال له مش حروح قال له ها أنا ذا فقال له اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبر فأرسله من وطأ حبرون فأتى إلى شكيم فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل ويوسف كان ضال في الحقل وجده رجل منين هذا الرجل من هذا الرجل ليش هذا الرجل رح نعرف بعد شوي فسأله الرجل قائلا ماذا تطلب فقال أنا طالب إخوتي أخبرني أين يرعون فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان وفي دوثان كان الامتحان لو أجي أسأل أخوي باسم كم ولد عندك؟ شو رح يجاوبني؟ ما رح يقل لي عندي إيشو الطبيعي أنه لما نسأل واحد رح يقل لنا عدد الأولاد مع أساميهم صح؟ رح يقل لي عندي إيشو وعندي ساندرا وعندي وعندي وكل واحد يعطيني بعدين أعماره طيب من حافظ أسامي أولاد يعقوب؟ تعرفون يعقوب كم ولد عنده كان؟ كان عنده 12 ودينة 13 رأوا بين؟ شمعون لاوي يهوذة دان نفتالي جاد أشير يساكر زابولون يوسف بن يامين ودينة طيب لمن؟ إيجا الروح القدس ده يكتب الكتاب المقدس على إيد موسى لأن أول خمس أسفار موسى كتبها ماذا قال؟ هذه مواليد يعقوب يوسف طلعها بليس هذه مواليد يعقوب يوسف والثلاث عشر وينهم؟ أنا مت جاي أحكي لكم قصص يقولوا الروح القدس ولا جاي أحكي لكم أحكي لكم عن أخوة باعة وأخوهم لو أحكي لكم عن رأوبين أو عن يهوذة أنا جاي أحكي لكم اليوم قصة شخص سر قلبي به يا غسان أنا أعملت أمور رائعة بهالكنيسة كلمة شكر ما حتقلي هذه مواليد يعقوب يوسف الرب اللي يشوف والرب اللي يكرم أنا ما منتظر تكريب من البشر يا ما يا ما بكي يا من ذل يا من تمرمط ونمسح به الأرض يوسف بعدين النهايات هذه مواليد يعقوب يوسف وين اللي تثطعاش؟ هذا حبيب قلبي يوسف تعرفون يوسف حتى كان مني نام سماء مفتوحة أحلام 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 وبركات تعرفون مرات كثير الله يضيف بالأحلام إداعات لحياتنا أنا مرات أحلم بخدمة كاملة وأقعد أسجل نقاط الوعظة يضيف تعرفون ليش؟ لأن مرات نكون أثناء النهار بزي بزي مشغولين 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 يريد يحكي معنا ما يقدر يا عمي نام شوية حتى أقدر أخذ وأعطي معك تعرفون هاي حصلت مع منو آدم آدم قاعد وعنده سلطان طيب الطيور ذكروا أنثى الزحافات ذكروا أنثى الحيوانات ذكروا أنثى وأنا المسكين قاعد بوحدي قالوا تعرف أنا رح أنطيك عروسة عروسة طيب أكيد هو مسأله تشبه ماما لو تشبه فلانا لأن ما في ماما يعني شون عروسة وشلون رح تعملها تعرف أنا حقيقة لا أعرف كيف أفتح الموضوع وياك بس رح أعمل لك جرح ورح أشيل الجرح من الأول ورح تبدي ويايا بجرح لا لا أريد نسوان ولا أريد مرة وخليني قاعد لا لا هو جرح بسيط أعمل لك عملية بسيطة أخذ ظلع لا 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 تلعب بالأضلاع لا تلعب بالأضلاع خذلي من ظهري مثلا أو من أصبع رجلي مرات كثيرة نحن ندخل بعمل الله فآخر شيء قال له نام وريحني نام يمكن من ورها الموضوع اخترعوا البنج بحيث نيمون الدكاترا ويشتغلون براحتهم أنا ذاك اليوم عرفت من دكتور مونير أنه بعض دكاترا الأسنان في بعض العمليات يبنجون بنج عام حتى يخلص لكن شوي يمسك إيده وعلاله إيده ولأ وآو إيه قال له نام طبعا كل هذا الحوار مصر هذا من مخيلتي بين الله وآدم لكن الغريب لما انقعد آدم من النوم بدون أي أبديت الله يعطي له عرف أنه هذه عظم من عظامه شمري حتى أثاري لما أنا علاقتي جيدة مع الله علاقتي قوية مع الله أنا ما محتاج أحد يقول لي هذه البنت إلك من الرب أو مش من الرب أنا مجرد أن أشوفها أعرفت أنه هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي أثاري أنا ما محتاج أروح مؤتمرات حتى أدرك مجرد أنا قوي علاقتي وتكون علاقة قوية بيني وبين الله أدرك أنه هذه عظم من عظمي ما شرح له الله هو مجرد أنصحي من النوم أدرك هذه شريكة حياته هذه شريكة حياته ومرة تتخيل كان يسميها ظلعة لأنه لم يسميها إلا بعد الخطيئة تعالي يا ظلعة ليس ظلعة 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 تعالي يا أمرء أضلاع واحد يصيح الثاني كناري حلوين لكن لما انسقطوا بالخطيئة مين سبب السقوط حوى طيب على أساس السقوط ماذا يسميها مصيبة ما يسميها لو إحنا مكانوا وورطتنا هالورطة وانطردنا هي انخدعت من الحية بس ماذا يسميها وورطة لا هو منظر إلى الواقع اللي هم فيه هو تعامل معاها مثل ما الله يتعامل معانا سماها اسم حواء أم كل حي أنا أنظر لواقع ثاني أنا ما أنظر للواقع اللي أنا به أنا أعرف أنه الله رح يدبر خطة خلاص لحياتي ورح يكون حياة وهي تكون أم كل حي هكذا الله يعمل معانا نعمل الستة والسبعة مع الله لكن الله بعدين بس أنتوا بيباركنا نمر بظروف صعبة مثل ما مر يوسف مثل ما مر آدم لكن انطق بكلمات إيجابية على حياتك واقع ثاني لا الواقع اللي أنت به تنبأ دائما على حياتك مثل ما الله يريد لحياتك وليس مثل ما أنت شايف مرات إحنا شنشوف قبل شوية كنا نتناقش بهالموضوع وضعت اس أسماء عديدة في الكتاب المقدس لكن من جاي عدل على اسم أولاد يعقوب قال يوسف حطوا بلوحة شرف يمكن العالم يشوفنا لوحة أرف لكن الله يحط أسامينه بلوحة الشرف من هذا يوسف المهم يوسف كان يشتغل عند نسوان أبو زلفة وبلها وسمعهم ينمون تعرفون يعني شنو نميمة 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 يعني إحنا بالعراق نقول وليقرون يحكون نميمة الله يبعدنا تعرفون ما هو علاج النمام طيب ما عدنا ننسى العلاج تعرفون كيف نخلي النمام يبطل ينم أمامنا ما نسمعه ما نعطي مجال ما نعطي مجال ينم أمامنا غذاء النمام يشوف أحد يسمعه غذاء النمام شايفين الكانسر تاكل حلويات ينتشر غذاء النمام أحد يسمعه يا قسيس أنا ما فتحت حلقي حبيبي إذا دائما تقعد تسمع للنمامين أنت شريك أنت شريك لا تسمع أنا ما مستعدة أسمع يا يتركك يا يبطلين أمامك اللي عملوا درس عجبني يوسف سمعهم ينموا قال الكتاب نقل نميمتهم إلى أبيه هذا اللي مطلوب من عندنا نعمله لما نسمع ناس تنم على ناس أركع مام بابا بابا أنا سمعتهم يحكوا 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 على فلان يحكوا على فلان سامحهم يا رب أنقل النميمة للرب لا تنقلها الأخ أو أخذ أرجوك أرجوك أبوس رجلك لا تنقلها أنقلها للرب ننقل النميمة للرب المهم كانوا قاعدين ينموا ربنا يتعامل معنا مرات بطرق عجيبة راح طيب يا بابا أنا دا قل لك قاعدين ينموا الأخوة وزلفة وبلها آه حبيبي طيب تعال أرسلك لهم ودي لهم أكل يا بابا ما يستهلون هذول عملو بي السبع وذمتها أبت مرات الراب يرسلك إلى ناس يكرهوك بأمانة ويناثقون عليك بأمانة بس مش حتى يتطمن عليهم حتى يتطمن على أخباري أخباري الروحية كيف هل أنا أتعامل معاهم بأسلوب سماوي أم بأسلوب غساني راح أرجع عيدها مرات الله يرسلك إلى ناس منافقين يكرهوك بأمانة مش حتى يتطمن عليهم حتى يتطمن عليك شوف ما هي أخباري الروحية عدادي الروحي شغال قفراني شغال قبولي للآخر هل أنا مش في أم لا تعال هذول اللي بهدلوك أخوتك محتاجين أكل روح ودي لهم ها أنا ذا مش في الرجال مش في وراح تعرفون شايفين مرات من نروح عد ناس الخاطر يسوع وإحنا نعرف يكرهونا وإحنا نعرف ما يحبونا وندق الباب ونشوف ما في حدا بالبيت أقول جالك الفرج ورجع وبسرعة أشغل والسرعة على الأربعين أدوس على المية وعشرين لا يكون أشوفهم بالطريق أنا عملت العليا عداني العيب راح الشاكيم شافهم مش موجودين بشاكيم يقدر يرجع للبيت عداني العيب الرجال ما قال شي ها أنا ذا ومش فيه ووصل الشاكيم لا تاه أريد أخوتي أريد أودي الأكل للأخوتي وشافه رجل وقلم هم في دوثان راح وراهم الدوثان تعرفون لو ما راح لدوثان ورجع للبيت ما كان دخل ضمن الخطة الإلهية كان يمكن هالسلمومياء موجودة بمتحف مصر وتدخله مبلغ رخيص تشوفه وتطلع أو أصلاً كان ما موجود لا بمتحف ولا بغير متحف كان مدفون ولا كان قصته موجودة بالكتاب المقدس مرات أنا ماشي وعندي خطة رايح الشاكيم وفجأة أقابل الله يغير اتجاهي وخليني أروح المكان ثاني مش ضروري يعجبنا هذا المكان حلوة كانت دوثان إن ذا المذلة وراها حصد سنين بس أنا المهم أطيع أنا المهم أكون نفس الشيشاولة طرطوسي كان ماشي بمكان وقابل الله وحوله بغير اتجاه يا رب لكن التوليفة محلوة المجموعة اللي أنا في وسطها توقف لا انظر لنفسك قبل لا تنظر لغيرك الله قادر أن يعمل من هذه المجموعة هارموني رائع كانت يقدر يقوله بس أنا النافجيشن مالتي يا رب هو شكيم حبرون حبرون شكيم ما عندي غير هذا الخط لا حبيبي نفيك نفيكيشن مالتك حطه بجيبك إذا تريد تعيش معايا أنا اللي رح أسيرك بهذا الأمر تكل على النفيكيشن مالتي أنا حتى تنال بركة خطي كان أوروبا تركيا تركيا أوروبا السوريين اللاجئين العراقين اللاجئين بالأردن أنا مرتاح خدمتي وزنتي رايح وجاي لا أريد خطك يكون مالبون 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 أقعد غسان أكو مجموعة رائعة أنت وياهم لا أعاند وآخذ دائما اللي أنت تريد على حياتي مراتنا يوجد ناس حقيقة يحبون يقعدون على كتافنا ويدلدلون رجليهم في آية تقول ركبت أناسا على رؤوسنا بس مرات الرب يريد يشوف أنا طاقتي ما هي في ناس ظل تنرفز بيك وتغثك وتعطيك سم بمع الكلمات وانت تجي للكنيسة أحمدك أحمدك يا رب يا ربي خذهم يا ربي شيلهم يا ربي مسحهم تصير وأنا دارنم أشوف شخص دخل يا ريتني ما جيت اليوم للكنيسة وأنا ما عازم قعدة شاي إحنا جايين نعبد إله لكن يظل هذا وانت تصيح يا ربي شيلهم وهم قاعدين أمامك وقاعدين وقاعدين إلى أن أنت تبدو يطلع تسبيح من قلبك لله يا رب أنا أحمدك بغض النظر إذا هذه الأخت أو هذا الأخ موجود أو لا بغض النظر إذا هذا جرحني أو ما جرحني من كل قلبي لمن يبدو يشوف الله بدأ التسبيح يطلع من القلب يبدو هو يصلح الأمور لا تخلي الناس يتحكمون بمشاعرك بليز أنت والله في تعبير عجبني بتسهلونيك يقول إلى أي مدى عندك متانة الإيمان إلى أي مدى إيمانك متين رب يريد يشوف إلى أي مدى إحنا واصلين بكلامنا مع الرب إلى أي مدى الغفران شغال تعرفون مرات أنا أصف ممكن ممكن نحن نجامل أهلا أخوي يا حبيبي مشتاق لك صدقني أنا مفتقدك هالأسبوع واصل هالأسبوع ما جايب بالي مرات نجامل لكن مع الله لا يحدث لا يحدث كل أسبوع هناك هناك يوجد ناس كل أسبوع وفي ناس بيتها كل يوم صلي الصلاة الربانية عندما نوصل واغفر لنا ذنوبنا كما نحن واغفر لي ذنبي كما أنا أنا أغفر لكل واحد ها طيب أنا على منه جاي أكذب في شخص طلبت منه كلينكس قبل ستين سنة ومعطان كلينكس وحقدت عليه من هذا كل يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين أنا على منه هذا أكذب لعب النار خطر أغفر أنا أحب هذا الأخ وهذا الأخ يحبني عطلان عداد الغفران بيني وبينه نحن 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 بعض على ما أغفر نحن كنيسة واحد يحب الثاني من واحد يحب الثاني عداد الغفران عاطل ترى سيارة لا تستخدم الباتري يعطل عداد الغفران عاطل نحن واحد يحب الثاني طيب مرات الله يريد يعمل تست واحد يغلط فينا كيف هو عداد الغفران شغال ولا مش شغال طيب هل عداد غفراني على المستوى الغساني أم على المستوى الملكوتي يريد يريد حقيقة ننتبه هذا الأمر بحياتنا تعرفون أكثر أشخاص أذوني بحياتي أكثر أشخاص أذوني بحياتي أكثر أشخاص جرحوني بحياتي كغسان هم كانوا سبب أقعد بالساعات أمام الله وصلي وأتوب فلا تحزن لما يمرون بحياتك ناس يأذوك يجرحوك يبيعوك يحكون عنك ويشوهون اسمك لأن هم كانوا سبب أنت قعدت أمام الله ساعات وصليت هم كانوا سبب حتى تعمل رفريش للعداد الغفران أرجع إلى أخوة يوسف أخوة يوسف كرهوا بذنة كرهوا بأمانة وعملوا معه القباحة ثلاث مرات قبل دوثان وأربع مرات بعد دوثان بس حبيت أصوها بطريقة شعرية قابلة للحفظ عملوا مع القباحة كمرة قبل دوثان لا نايمين قهوا وصلي قهوا عملوا ثلاث مرات ثلاث مرات قبل دوثان وبعد دوثان أربع مرات المجموع سبعة أنا ما أريد أقول عدد الكمال بس كان كرهية بذمة بذمة لما حلم أبغضوه بسلام لم يكلموه وحسدوه هل حصل هذا معك؟ شفت ناس ما يحكون معاك بسلام شفت ناس حسدوك شفتي ناس أبغضوك حصل مع يوسف بعدين بعدين دخل بامتحان في دوثان مع هكذا ناس أبغضوه بسلام لم يكلموه حسدوه كيف كان تجاوبوه ها بعدين الأربع خطايا أو الأربع قباحات اللي عملوها احتالوا له ليميتوه قميصه خلعوه في البير طرحوه للإسماعيليين باعوه الحمد لله معايا هللويا أخبارك يوسف نشكر ما بهدل أحوالك شكرا إلهي صالح أنا أحب سيدي بمنظورنا البشري هذا مجنون هذا مجنون لكن الرب حقيقة بمزمور 105 يقول في الحديد دخلت نفسه مرة تحس الله قافل علي يا رب وينك لبواب كلها مسدودة يا حبيبي طول لي بالك أنا بشتغل طول بالك إلا يخلينا ننام مثل آدم حتى يشتغل بحياتنا أصفن على يوسف دخل بقضية مخلة للآداب مع مرت رئيس وزراء مصر طيب شاب مشيها مشيها محد شايف لا الرب أولا الرب أولا يا عمي أنت تبهدلت بما فيه الكفاية مشيها هي رح تضبطك هي رح تحطك بمنصب أعطيها اللي هي تريده أبدا أبدا بمفهوم العالم مجنون لكن بمفهوم الروح القدس هذه مواليد يعقوب يوسف حبيبي قلبي يوسف الله فنان رائع تعرف لما نأصفن بالطرق اللي عملها لا هذا رائع غنم يفهم بالماعز يفهم إذا مأمأة الماعز أو الغنم يعرف إذا جعانة أو تاية طيب أنا هذا شون رح ستخدمه مع فرعون لازم يدخل ثلاث كورسز لغات حتى يفهم اللغة الهيروغليفية سياسة حتى يقدر يحكم اقتصاد حتى يقدر يدبر طيب كان يوجد نوعين من السجن سجن للرعاع اللي هما عامة الشعب وسجن سياسي اللي فيه الناس لكلاس اللي هما بطبقة وزراء ومناصب عالية طيب هذا لثري كورسز رح ياخذوا وين مع الرعية مع الرعاع لا أحطوا مع الناس لكلاس حتى لمن يتعلم اللغة يتعلمها بأخلاق مع ساقي الملك يعني وزير الري وزير الري قعدهم مع ناس كلاس وبلش سنين يتعلم سياسة اقتصاد لغة لما انطلع لا يحتاج مترجم حتى يدخل أمام فرعون يعني ليس فرعون يحكي هيروغليفي وهذا يقل له أريد انتبرتر وبعدين يجي أو يقل له أنا مفهمت هذا يحكي بوادي وهذا يحكي بوادي لا 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 سوري 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 أنا أخذ وأعطي معاك بحيث فرعون دوش من الحكمة قال له ناخذ الخمس للسنة اللي فيها قحة خمس ايه الله يرحم انت راعي ماعز وغنم هسا قمت تحكي بالخمس ترك الله يشتغل بحياته ترك الله يشتغل انتهز الفرصة بالسجن كان مع الله بالبرية كان مع الله مع الامرأة اللي رادت تخطي معاك كان مع الله انطي المجال للرب يا عمل يا أخي طلع يعرف بالاقتصاد بالسياسة شنو هالسجن هذا انت دخلته جامعة أخذت لج شهادات شهادت لغات شهادت سياسة شهادت بالاقتصاد واو هو تبهدل 13 سنة لكن الرب باركه 80 سنة جرد 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 أهلك مصدر قوتك تفضل لا يوجد أهل بالوقت الحالي ذكاءك ما في ذا يجرد يجرد مرات كثيرة الله يجردنا من أمور احنا متكلين عليها احنا نحبها بس حتى يشتغل بحياتنا على قولة المصريين لا تزرقن مع الله خليه يشتغل خليه يشتغل بحياتك لما انطلع قلوا ما عندي أفضل منك فرعون مرات الرب يفرزلنا ناس بالكنيسة مدبرين داخلين أصلا كورسز اقتصاد مع الله وجابهم للكنيسة مرات الرب يعطينا ناس حكماء مثل يوسف بالكنيسة كل واحد الرب منطيه وزنا رائع بحيث من نحكي معاهم نرتاح لأنهم سلمين للروح القدس يعمل بحياتهم ومرات لما نحكي مع ناس نحس قلق لا يروح يدبلي كلمة وأتعب من وراها سلم للروح القدس أريدك اليوم ترتاح أريدك ترتاحين يوسف تعب كثير تعرفون من حبيت أبحث البارح تعرفون يوسف منطلع من دوثان إلى مصر 500 كيلو متر تعرفون يوسف ربط بجمل ومشي على الأقدام حاله حال أي عبد مساق 500 كيلو متر مشيها على الأقدام يمكن أقدامه أدمت مين كان السبب أنه يباع مثل العبد أخوته يوم اللي راح ده يبعث على أخوته إلا أشحططهم أمسح بيهم الأرض مثل ما طلعوا الدم من رجلي إلا أبهذل أحوالهم وعرفهم الله حق حد الله بيني وبين هالأخوة أبداً نقلهم بعربات ملوكية دير بالك اللي أذكت أبي لأن ما رح أصير ابن ملكوتي دير بالك استخدم أسلوب يسوع يسوع قبل ينهان على الصليب حتى إحنا ما ننهان أنا ما عندي مشكلة نذليت مباعتك عبد مشيت خمسمائة متر طلع دم من رجلي بس يوم الأجيب أخوتي حبايبي أجيبهم بعربات ملوكية عكس تماماً أسلوبهم معاه وبالنهاية كيف جزى الله هذه أولاد يعقوب يوسف يوسف هذه أولاد يعقوب يوسف أنا شايف يوسف يا رب عنده 13 أنا شايف يوسف تحب أحكيلك عن يوسف يوسف 1 2 3 4 5 وكان الله مع يوسف فكان رجلاً ناجحاً غم بعينك في هذا الوقت وغمض عينك ارتاح اليوم تعبان من ظروف محيطة حواليك يوسف كان تعبان لكن ثق أنه الرب صالح في كل ظروف عندك مرض معين أحد أقاربك أو حبايبك مريض بمرض معين الرب صالح إلى الأبد تكل على الرب اليوم أريد أقول لكل شخص ما مرتاح ارتاح في الرب الرب فاتح لك إيديه حط راسك حطي راسك على صدر الرب ارتاحي في الرب ارتاح في الرب الرب يقدر الأمناء تقول له يا رب أنا مش عارف راس الخيط وين الموضوع صار معقد وكأنه السماء مقفولة يقول لك أنا بإيدي راس الخيط وبإيدي نهاية الخيط أنا عارف النهايات راح تكون أفضل من البدايات فقط ثق بي وعلى فكرة تعويض مثل ما رنمت قبل شوي ساعدني لمن أعطي من مواهبي أعطي من كل قلبي ساعدني من أعطي عشوري لا أعطي قشوري لكن أعطي عشوري وكون أمين معك يا رب ساعدني من أقول أنت الكل ما أبخل عليك لا بمواهب ولا بوقت ولا بمال ساعدني أكون صادق عندما أقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ساعدني يا رب أكون صادق بارك أخوتي وأخواتي يا رب واعطينا أن دائما نكرز بكلامك وانطبق على حياتنا باسم يسوع المسيح وشعب الله يقول آمين